بسم الله الرحمن الرحيم ايه اهمية الماء بالنسبة للنبات عرفنا ازاي الماء بينتقل للنبات من الطربة بوسطة الجزور وبالقوة الاسموزية وغيرها قدرنا ان احنا نعرف كمان علاقة النتح بالنبات واهميته بالنسبة للنبات وعرفنا ان النتح له 3 انواع نتح صغري نتح قديسي ونتح ادمي وعرفنا كل نوع من انواع النتح وعرفنا فوائد النتح واضراره بالنسبة للنبات النهاردة هنتحدث عن شيء ايضا في غاية الاهمية وهو بيكمل كلامنا عن النباتات وعلاقاتها بالماء والتغذية وهي تغذية النبات هل النبات بيتغزة؟ طبعا النبات بيتغزة بيتغزة ازاي النبات؟ بيتغزة على العناصر المعدنية الموجودة في الطربة توجد عناصر موجودة في دبال التربة وايضا عناصر اخرى موجودة في الطربة على هيئة معدنية زي ما هنعرف النهاردة في حلقتنا ان شاء الله تعالوا بينا نشوف ايه هي تغذية النبات وازاي النبات بيحصل على غزاؤه من الطربة الاول نعرف يعني ايه تغذية النبات؟ تعريف تغذية النبات هو امداد النبات بجميع العناصر الضرورية الداخلة في تكوينه واللازمة لنموه ليه؟ لكي يعطي اعلى محصول له اذا التغذية هي امداد النبات ببعض العناصر مش بالعناصر كلها ببعض العناصر المهمة لحياته اللي هي تدخل في تركيب جزيئات واشياء داخل جسمه بتبني هذا الجسم من خلال هذه العناصر وكذلك بيستطيع النمو من خلال امداده بهذه العناصر يبقى هو بيمد النبات الطربة بتمد النبات بهذه العناصر وايضا بيحصل عليها النبات لكي ينمو ولكي يكون تركيبه الداخلية من خلالها ازاي؟ زي ما حنشوف في الشريحة اللي بعد كده النباتات الخضراء بتحتاج الى المواد العضوية كغذاء اساسي لها هم جدا في بناء مركبات عضوية معقدة بتحتاج اليها النباتات في تكوين جسمها ونموها ولكن تحتاج النباتات ايضا الى مواد معدنية غير وعضوية وماء وساني اكسيد كربون وتسمى هذه التغذية الغير عضوية بالتغذية المعدنية ولكي يعطي النبات اعلى انتاجية للمحصول يجب تسميده او تغذيته بحاجاته من العناصر المعدنية المختلفة في الوقت الملائم وبالكمية المناسبة خلال مراحل نموه المختلفة وزي ما احنا عارفين ان التربة هي المصدر الاساسي اللي بيمد النبات بالماء والعناصر المعدنية وقد تضاف هذه العناصر الى التربة كاسمدة كيموية او رشا على النبات من الخارج وللتربة انواع مختلفة تختلف خصوبتها باختلاف محتواها من العناصر المعدنية فمنها التربة الفقيرة كالتربة الرملية والتربة الخزبة كالتربة الطينية والتربة التي يصعب انتصاص العناصر منها كالاراضي الجيرية زي ما احنا شايفين كده ان عندنا من التربة عدة انواع في منها التربة الفقيرة ودي هي التربة الرملية او الصحراوية ودي اللي بيكون كمية العناصر فيها قليلة جدا لا تكفي لاحتياجات النبات من العناصر والتغذية اللازمة كما توجد التربة الخزبة زي التربة الطينية اللي هي موجودة في وادي النيل عندنا والتربة الطينية دي بتحتوي على عناصر معدنية وعضوية كثيرة جدا من خلال الطامي اللي بيجي لنا من فيضان النيل سنويا ثم التربة التي يصعب انتصاص العناصر منها زي الاراضي الجيرية طيب ليه الاراضي الجيرية بيصعب انتصاص العناصر منها ده لأن الأراضي الجيرية بتحتوي على الكالس أو مادة الكالسوم وهو ملح وهذا الملح بيؤدي إلى زيادة تركيز المحلول الملحي داخل الأرض مما يؤدي إلى أن المحلول الأرضي أو محلول الماء الأرضي بيكون أعلى تركيزا من محلول العصارة الفجوية اللي موجودة في جزر النبات نفسه الشيء ده بيؤدي إلى امتصاص الماء من جزور النبات وليس العكس لأن تركيز المحلول الأرضي في الأرض الجيرية بيكون أعلى فبيمص الماء من النبات وبذلك بيجعل فيه عملية انكماش للجزر وعملية جفاف فيه النبات عموما لذا يصعب عملية امتصاص النبات للماء من هذه الأراضي ويتكون النبات من 80 إلى 90% من وزنه ماء والباقي بيكون 20 إلى 10% مادة جافة والمادة الجافة بتتكون من شقين هما ألف المادة العضوية وتمثل 90% من المادة الجافة يبقى المادة الجافة دي اللي هي بتكون حوالي من 20 إلى 10 معظمها 90% منها بيكون مادة عضوية موجودة في دبال الأرض أما الشق التاني فهو الشق المعدني وهو الرماد وبيبقى بيه 60 عنصر مختلف منه من 60 عنصر دول 16 عنصر بيحتاجوا النبات وبيعتبر من العناصر الأساسية اللازمة لنمو جميع النباتات ترى ما هي شروط العنصر الأساسي أو الضروري في حياة النبات زي ما شفنا كده أن الطربة هي المادة الأساسية اللي بيمتد أو بتمد النبات بالعناصر الغذائية وزي ما احنا عارفين أن النبات بيحتاج إلى عناصر معدنية وعضوية المادة العضوية بتكون موجودة في دبال الأرض ده نتيجة موت بعض النباتات أو بقايا وجود بقايا من النباتات بتاعة المحصول السابق بتاعة المحصول السابق إذن المحصول السابق بيمدنا ببعض المواد العضوية لكن المواد الأخرى اللي بيحتاجها النبات وهي عبارة عن مادة معدنية بتكون عبارة عن 60% منها عناصر غذائية مهمة أهم 60 عنصر دول مش مهم الأهم 16 عنصر فيهم هم دول اللي بيعتبروا العناصر الأهم في حياة النبات لأنها بتدخل في تكوين وتركيب أشياء داخل النبات منها تركيب جسمية موجودة في جسم النبات ومنها أن هي بتحتاجها في بعض العمليات الحيوية داخل جسم النبات من مثلا القيام بعمليات تنافس أو ناتحة أو بناء ضوئي أو آيد أو خلافه ده حنشوفه فيما بعد خلال طبعا هذه الحلقة والنهاردة نبدأ نتكون عن إيه هو العنصر المهم وإزاي بنعتبر هذه العناصر مهمة ليه بنعتبرها مهمة ليه مش الستين كلهم ليه 16 عنصر فقط لأنهم يجب أن يتوفر بهم عدة عناصر زي ما هنشوف في الشريحة اللي جاية من أهم شروط العنصر الأساسي والضروري لتغذية النبات هو الآتي واحد إنه لا يمكن للنبات إكمال دورة حياته إذا نقص أو غاب هذا العنصر معنى كده إن النبات ما يقدرش يكمل حياته أو يكمل دورة حياته إذا نقص أو غاب هذا العنصر بغياب هذا العنصر لا يستطيع النبات إكمال نموه أو إكمال دورة حياته في الأساس وبالتالي يعتبر هذا العنصر هام جدا أيضا من أهم شروط العنصر الأساسي إنه لا يمكن استبداله بعنصر آخر للقيام بدوره في النبات يعني ما يقدرش إننا أخذ الكولور محل الحديد أو العكس أن يكون العنصر ضروريا لأكثر من نوع نباتي مختلف إزاي إن العنصر يكون ضروري لعدة أنواع نباتية وليس لنوع واحد من النباتات أو من المحاصيل رقم أربعة أن يكون للعنصر تأثير مباشر في حياة النبات يعني بيأثر في حياة النبات بطريقة قوية نتيجة دخوله في العمليات الحيوية الخاصة بالنبات وتقسم العناصر المعدنية وزي ما اتفقنا عددها 16 عنصر إلى مجموعتين هما واحد العناصر الكبرى وهي دي اللي حنبدأ في شرحها دلوقتي العناصر الكبرى وهي عناصر يحتاجها النبات بكميات كبيرة يبقى ممكن يقول لك عرف لي إيه هي العناصر الكبرى بتقوله هي العناصر اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة يعني بنسبة كبيرة بيحتاجها بنسب تفوق العشرة في المية أو من 8 إلى 10 في المية طب دي زي إيه يا أستاذ دي زي الكربون زي الهايدروجين زي الأكسوجين زي النتروجين الفوسفور البوتاسيوم الكالسيوم الماغنيسيوم الكابريت تاني الكربون والهايدروجين والأكسوجين والنيتروجين اللي هو الأزوت والفوسفور اللي احنا بنطلق عليه في بعض الأحيان الفوسفات والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنيسيوم والكابريت هذه هي العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة علشان يقوم بدوره طيب ايه هي بقى العناصر الصغرى العناصر الصغرى هي اللي بيحتاجها النبات بكميات قليلة وبتشمل هذه العناصر الحديد المانجنيس الزنك النحاس البرون الموليبدن والكلور تاني الحديد المانجنيس الزنك النحاس البرون الموليبدن والكلور ويمكن تقسيم اهمية هذه العناصر الغذائية للنبات حسب دورها إلى عناصر تركبية وعناصر تؤثر في الضغط الإسموذي وعناصر لها دور في نقل الطاقة وعناصر تؤثر على نفاذية الأغشية وغيرها من العناصر تعالوا نشوف أول نوع من أنواع العناصر الغذائية المهمة جدا للنباتات هي العناصر التركبية يعني اللي بتدخل في تركيب مكونات عضوية في الخلايا المختلفة زي إيه العناصر دي زي النيتروجين زي الفوسفور زي الكالسيوم زي الماغنيسيوم زي الحديد وزي ما احنا شايفين فيها عناصر غذائية كبرى كتير زي النيتروجين والفوسفور والكالسيوم والماغنيسيوم لكن أيضا فيها عناصر تعتبر عناصر صغرى زي الحديد ولو أن الحديد يعني بيعتبر بين بينين يعني لا يعتبر عناصر كبرى ولا يعتبر عناصر صغرى لكن احنا بنحطه مجازا في العناصر الصغرى إذن الحديد أحد العناصر التركبية اللي بتدخل في تركيب الكلوروفور أو البلاستدات الخضراء زي ما هنشوف فيما بعد أيضا عندنا عناصر تؤثر في الضغط الاسموزي لخلايا النبات طب دي زي ايه اللي بتؤثر في الضغط الاسموزي وإحنا عارفين أن الضغط الاسموزي بيدخل في عمليات امتصاص النبات للماء من الطربة وانتقال الماء إلى الخلايا الأخرى عن طريق هذا الضغط الاسموزي زي السوديوم زي البوتاسيوم زي الكالسيوم والكلور كلها عناصر بتدخل في عملية الضغط الاسموزي يعني بدونها لا يستطيع الضغط الاسموزي تفعيل نشاطه وبالتالي كل تمتصاص النبات للماء في عناصر أخرى زي رقم ثلاثة لها دور في نقل الطاقة في الخلايا مثل الفسفور وإحنا عارفين أن نقل الطاقة بيجي من الميتو كونديريا وأيضا من أجسام جولجي وبيدخل في تركبهم الفسفور بكمية كبيرة أو بنسبة كبيرة جدة إذن فالفسفور له دخل في نقل الطاقة داخل الخلايا رقم أربعة في عناصر بتؤثر على نفاذية الأغشية السيتوبلازمية زي الكالسيوم وإحنا عارفين أن الأغشية السيتوبلازمية اللي بنتحدث عنها هنا هي أغشية في الأساس أغشية شبه منفزة وبتعتمد في تكوينها على وجود الكالسيوم نشوف أيضا أهمية العناصر الغذائية وبقية أهمية وظائفها الفسيولوجية بالنسبة للنبات عندنا عناصر لها دور في النشاط الإنزيمي بتعمل كمواد منشطة أو عوامل مساعدة دي زي الحديد زي الزنك زي النحاس زي المنجنيز زي البوتاسيوم والمغنيسيوم يبقى عندنا الحديد والزنك والنحاس والمانجنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم دي عناصر لها دور كبير جدا في تنشيط الإنزيمات زي بتعمل كمواد منشطة أو عوامل مساعدة داخل النبات بتؤثر على النشاط الإنزيمي وإفراز الإنزيمات الهمة داخل النبات زي إنزيمات الآيد زي ما هنشوف فيه ما بعد والآيد اللي هو هدم المادة الغذائية رقم 6 عناصر بتؤثر فيه تنظيم حموضة الخلية واتزانها الآيوني بتؤثر في تنظيم حموضة الخلية واتزانها الآيوني زي البوتاسيوم زي الفوسفات زي النترات الكربونات والكالسيوم وهي بتؤثر فيه الاتزان الآيوني يعني الشحنة الموجبة أو السالبة داخل الخلية عندنا عناصر مؤثرة على الأكسادة والاختزال زي البوتاسيوم والماغنيسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس والملئب دون عندنا عوامل مساعدة دي بيرتو تعتبر عناصر مساعدة للتفاعلات المختلفة زي الحديد، النحاس، المنجنيز، الزنك رقم تسعة وهو الوظيفة الأخيرة للعناصر الهامة لتغذية النبات وهي العناصر المساعدة في تغزين المواد الغذائية زي النيتروجين اللي هو الأزوت والفوسفور والكابريد قدرنا نعرف من خلال هذه الجملة من المعلومات أننا نعرف أن هذه العناصر بتدخل في جميع النشاطات الحيوية داخل الخلية النباتية فمنها عناصر بتدخل في تركيب العناصر الغذائية زي الجلوكوز مثلا في عناصر منها بتخش في عملية تنشيط إنزيمات الهضم والأيد النباتي أيضا في عناصر بتخش في عملية البناء الضوئي نتيجة أنها بتخش في الكولوروفورم أو الكولوروفيل أو الصبغ القدراء الموجودة داخل أوراق النباتات كل هذه العناصر بتساعد في النشاط الحيوي داخل النبات بدونها لا يستطيع النبات القيام بدوره ولا يستطيع النبات إكمال دهورة حياته ولا يستطيع النبات النمو من خلاله إذن إحنا بنتكلم على هذه العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات في تغذيته علشان تقوم بأدوار أخرى داخل جسمه زي النمو زي الأيد زي عمليات البناء الضوئي زي غيرها من العمليات الحيوية المختلفة تعالوا بقى نشوف العناصر الكبرى ونتكلم عليها واحدة واحدة ونعرف لو نقص هذا العنصر يا ترى إيه اللي حيحصل للنبات إيه اللي ممكن يحصل للنبات لو عنصر زي عنصر مثلا الأزوت أو عنصر الهيدروجين أو الأكسوجين أو الكربون نقص ولم يجدوا النبات أو لم يتوفر للنبات إيه اللي حيحصل للنبات تعالوا نشوف مع بعضنا العناصر الكبرى العناصر الكبرى أو المغزيات الكبرى ومنها الكربون والأكسوجين والهيدروجين على حد سواء الكربون والأكسوجين والهيدروجين كمثال هما مجموعة غازات موجودة في الجو زي ما احنا شايفين بتكون موجودة في الهواء الجوي زي بخار الماء زي الساني أكسيد الكربون وكمان موجودة في الماء زي الهيدروجين والأكسوجين اللي هو H2O والكربون والأكسوجين والهيدروجين دي تعتبر عناصر أكتر من أساسية لأنها ضرورية جدا للنبات يعني من غيرها النبات لا يستطيع الحياة أصلا فهي بتدخل في تركيب المركبات العضوية الهامة في النبات زي الكربوهيدرات الكربوهيدرات أو الكربوهيدرات أو السكريات هي أساس العملية الغذائية داخل النبات كمان بتقوم بتكوين البروتينات يعني هذه العناصر الثلاثة بتخش في تكوين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وغيرها وبذلك بيحصل عليها النبات من الماء والهواء الجوي يعني هي متوفرة طبعا لأنها عناصر مهمة جدا فهي متوفرة في الجو في الطربة حول النبات في البيئة المحيطة به العنصر الثاني هو عنصر النيتروجين والنيتروجين له وظفتين أساسيتين رقم واحد أنه بيدخل في تكوين الأحماض الأمينية والبروتين والبروتوبلازم والإنزيمات والمرافقات الأنزيمية والقلودات والهيرمونات تاني بيخش في تكوين الأحماض الأمينية اللي هي بتكون البروتين أو هي أساس السلسلة البروتينية أو هي أساس أيضا في السلسلة الوراثية وبيدخل أيضا في البروتوبلازم اللي هو مادة الحياة داخل النبات والإنزيمات اللي بتساعد على القيام بالأنشطة الحياوية داخل النبات والمرافقات الإنزيمية زي المنشطات الإنزيمية اللي بتنشط الإنزيم والقلودات اللي هي المواد الهامة جدا في تكوين غزاء النبات والهيرمونات أيضا كما يدخل في تركيب جزء الكولوروفيل وده الوظيفة التانية له بيدخل في تركيب جزء الكولوروفيل والأحماض النووية وهي عناصر متحركة داخل النبات يعني إيه عنصر متحرك يعني يستطيع الانتقال داخل النبات من أعلى إلى أسفل وبالعكس طب تعالوا نشوف أعراض نقص النتروجين يا ترى لو النتروجين نقص أو قل توفره حوالين النبات يا ترى إيه اللي هيحصل للنبات أعراض نقص النتروجين على النبات اسفرار عام على الأوراق المسنة وصغر حجمها يقصد بالأوراق المسنة اللي هي الأوراق الأولى اللي هي الأوراق الكبيرة اللي بتكون أسفل النبات وزي ما احنا شايفين اسفرار فعلا عام يميل إلى الاسفرار أو اغضرار أو شحوب في اللون الأخضر يميل إلى الاسفرار في الأوراق زي ما احنا شايفين ده النبات الأصلي أو اللون الطبيعي للنبات اللي المفروض يكون موجود إذا كان النتروجين متوفر اما في حالة عدم توفر النيتروجين او الازوت زي ما انت شايف كده بيتغير لون النبات وبيصبح لونه اصفر على الاوراق المسنة مع صغر حجمه ايضا بتنقص معدلات النمو والبناء الضوئي والتنفس والانقسام كما تظهر اعراض النقص على الاوراق الصفلة اللي هي المسنة اللي احنا قلنا عليها لانه عنصر متحرك في النبات طب ويعني ايه الكلام ده ده بيعني ان عنصر النيتروجين المتحرك بينتقل من الاوراق المسنة الى الاوراق حديثة النمو بمعنى اصح ان العنصر ده بيتحرك من النبات من اسفل الى اعلى والعكس صحيح حيث ما يحتاج النبات بيذهب هذا العنصر الى المكان اللي محتاجه داخل النبات زي الاوراق المتكونة حديثا اللي هي الاوراق الحديثة دي محتاجة لنمو محتاجة لنشاط طيب احنا محتاجين نتروجين طب نجيب من اين والنتروجين قليل فيبدأ النبات بامتصاص او تحريك النتروجين من مكانه في الاوراق الصفلة الكبرى او الكبيرة المسنة الى الاوراق حديثة التكوين او البراعم الجديدة الورقية اللي بتنشأ في قمة النبات او في اطراف البراعم وتبدأ بامتصاص النتروجين وانتقال النتروجين اليها مما يجعل ايه طبعا هو انتقل من الاوراق المسنة فاصبحت الاوراق المسنة صفراء زي ما شفنا في الصورة اللي قدامنا نرجع تاني ونشوف نقص عنصر النتروجين بيؤدي الى ايه ويمتص النبات النتروجين من الطربة في صورة املاح معدنية زي النشادر والنترات كمان بيقدر ان هو يثبت النتروجين الجوي النباتات تستطيع تثبيت النتروجين الجوي من خلال العقد البكترية اللي موجودة في الجزور يعني ايه بتثبت النتروجين الجوي يعني بتقتر هذه العقد البكترية على امتصاص النتروجين الجوي من الجوي طيب يعني ده في البقوليات بيحدث في النباتات البقولية فقط ليه؟ لاحتواء جزورها على العقد البكترية طيب يعني لو نقص عنصر النتروجين في الارض ممكن ان هذه العقد البكترية تقوم بعملية امتصاص النتروجين او الازوت من الجو او من الهواء الجوي وتثبيته داخل الطربة لاستفادة الجزر منه هتبدأ ان هي تمد الجزر بالازوت او النتروجين ودي صفة جميلة جدا موجودة في البقوليات ممكن ما تكونش متوفرة في نباتات كتيرة زي ما احنا شفنا ان عنصر النتروجين مهم جدا في تكوين اللون الاخضر في تكوين الكولوروفيل يعني بيدخل في تكوين الكولوروفيل عشان كده لما بينقص او بيتحرك من مكانه وينتقل الى مكان اخر بتبدأ الاوراق تفقد لونها الاخضر فيبدأ الاسفرار العام يضرب في الاوراق المسنة كلها ده بالنسبة لعنصر النتروجين تعالوا نشوف العنصر اللي بعده من العناصر الكبرى وهو الفصفور وهو عنصر مهم جدا ايضا الفصفور له عدة وظائف داخل النبات منها انه بيدخل في تركيب الاحماض النووية والاحماض النووية مسؤولة عن الوراقة داخل النبات والفصفوليبيدات المكونة للدهون والمرافقات الانزيمية كمان هو اساسي في انتاج ونق الطاقة اللي هي ATP في النبات زي ما قلنا ان في بعض العناصر بتكون لها القدرة على نقل الطاقة من مكان الى اخر داخل الخلية او داخل النبات كله وده بيكون اساسي في الفصفور رقم 3 انه له دور هام جدا في تكوين البذور وانباتة وتكوين السمار عشان كده هنجد ان المزارعين بيلجأوا الى تسميد الفصفاتي وده ليه؟ علشان المحاصيل بتاعتهم تدي السمار اكتر لو كانت طبعا محاصيل سمارية يعني بتعتمد على السمار في بيعها والتجارة كما ان له دور هام في التفاعلات الحيوية داخل الخلايا وهو ايضا عنصر متحرك يعني بينتقل داخل النبات طب ايه اعراض نقصه؟ اعراض نقصه زي ما احنا شايفين كده في الصورة اللي قدامنا لون ارجواني او اغدر داكن زي ما احنا شايفين تركيز اللون الاخدر الداكن او المائل الى الارجواني او البنفسيجي يعني على الاوراق وده تعتبر علامة مميزة جدا في التعرف على نقص العناصر عشان ان شاء الله لما تبقى مهندس زراعي هتقدر ان انت تتعرف على نقص هذه العناصر ومعظمها بيكون متشابه نوعا ما فمن اهم المميزات لاعراض نقص الفصفور هو اللون الارجواني بيميز طبعا عنصر الفصفور عن باقي العناصر الاخرى يبقى اعراض نقصه تلون الاوراق المسنة بلون اخدر داكن وتظهر اعراض نقصه على الاوراق الصفلة ايضا ليه؟ قلنا لانه عنصر متحرك وضعف نمو النبات ونقص معدل البناء الضوئي والتنفس ايضا زي ما احنا عارفين ان عنصر الفصفور هم جدا للمزارع والمحاصيل الزراعية عامة كونه عنصر اساسي في تكوين السمار في عملية البناء الضوئي والتنفس وهو المشجع على نموه وتكوين الازهار والسمار اللي هي بتدينا المحصول بتاعنا اذا الفصفور هو عنصر مميز بنقصه بتغدر الاوراق المسنة او تعطي اللون الاخضر الداكن او تتحول الى اللون الارجواني البنفسجي وده من تعتبر من العناصر المميزة او المظاهر المميزة لنقص عنصر الفصفور تعالوا نشوف بعد كده العنصر اللي بعد كده وهو البوتاسيوم البوتاسيوم له دور هام في عملية النتح وعملية فتح وغلق الصغور فالبوتاسيوم طبعا هو ملح من الاملاح الهام جدا في تكوين الصغر واللي من خلاله بيتحكم الصغر في عملية اغلاقه او فتحه حسب وجود العنصر ده عنصر البوتاسيوم لو قل في النبات بيبدأ الصغر ان هو ينفتح او يقفل وما ينفتحش واذا تفتح ما يقفلش يعني بيعمل عملية اضرار لفرعاي الصغر سمعنا عافين ان الصغر بيتكون من خليتين هذه الخليتين شبه العدستين الصغيرين جدا وهما مرتبطين بالبوتاسيوم بطريقة كبيرة لان من خلاله بيقدروا يتحكموا في اغلاق الصغر او فتحه زي ما احنا عارفين يؤثر ايضا على قوة الامتصاص الاسموزي للخلايا كما قامنا له ضورهام كمنشط لعديد من انزيمات تكوين الكربوهايدرات والبروتين نجد ايضا ان له ضورهام في عملية البناء الضوئي وهو عنصر متحرك ايضا لانتقال الكربوهايدرات داخل النبات يبقى البوتاسيوم ايضا من العناصر المتحركة زيه زي الفوسفور زيه زي النتروجين بيقدر انه يتحرك داخل النبات ومن خلال ذلك بتحتاجه بعض اجزاء النبات فانتقل اليها علشان كده اكيد هتظهر اعراض نقصه على الاوراق زي ما احنا شايفين في الصورتين الموجودين اسفل الشريحة اعراض نقصه هي ظهور اسفرار على قمة وحواف الاوراق المسنة نبص كده نلاقي ان فعلا حواف الاوراق هي قدامنا مسفرة نوعا ما في القمة وعلى اطراف النصل زي ما احنا شايفين وبتظهر بعد كده باللون البني وتصبح مجعدة ومحترقة وزي ما احنا شايفين في الصورة اللي تحت فعلا تكاد تكون محترقة كأن تم احراقها علشان كده تلاقي اللونها بني في الحواف والاسفرار ضارب في منتصف الورقة من خلال الاطراف والقمة قمة النصل نقصه ايضا يؤدي الى بط النمو يبقى البوتاسيوم اعراض نقصه اسفرار على حواف وقمة الاوراق المسنة تظهر بعد ذلك كأنها محترقة وملتوية زي ما احنا شايفين قدامنا في الصورة العنصر اللي بعد كده وهو الكالسيوم وهو عنصر مهم ايضا بيدخل في تركيب الصفيحة الوسطى بين الخلايا يعني بيقوم بعملية فصل الخلايا بينها وبين بعضها كما يقوم بعملية انتقال الماء والعناصر الغزائية بين الخلايا له دور اساسي في الانقسام الميتوزي وايضا في استطالة الخلايا ويقلل الاسر السام لبعض العناصر والاتحاد مع الاحماد العضوية الضرة يعني يتحم او يتحد مع الاحماد العضوية الضرة بالخلايا ويكون املاح غير ضرة بالنسبة للنبات يعني بيحول هذه العناصر من عناصر ضرة الى عناصر غير ضرة اعراض نقصه بتظهر على الاوراق الحديثة والاطراف وتظهر كتشوه في الاوراق الحديثة زي ما احنا شايفين في الصورة الصغيرة اللي قدامنا هنجد انه هو الاوراق الصغيرة متشوهة والبراعم الجديدة مشوهة زي ما احنا شايفين وده اللي بنسميه موت الاطراف المرستيمية اللي هي الخلايا المرستيمية اللي بتكون موجودة في قمم البراعم الخضرية زي ما احنا شايفين في القمم النمية والبراعم الجانبية زي ما احنا شايفين بيحصل فيها تشوه نتيجة نقص عنصر الكالسيوم كمان لو بصينا هنا في صمرة الطماطم اللي احنا شايفينها هنجد ان نقص عنصر الكالسيوم بيظهر على هيئة قشرة سميكة سوداء ده بيكون نتيجة نقص الكالسيوم وطبعا ده بيدر المحصول بطريقة كبيرة جدا لانه بيقلل القيمة التجارية بتاعته نشوف العنصر اللي بعد كده وهو الكابريت والكابريت بيدخل فيه تكوين الأحماض الأمينية والبروتينات كمان بيدخل فيه تركيب الفيتامينات والمرافقات الإنزيمية ومنشطات الإنزيمات وله دور كبير في تركيب الزيوت الطيارة الزيوت الطيارة اللي هي الزيوت العطرية يعني في النباتات اللي بتنتج رواقح زكية من خلال الزيوت الطيارة وهو عنصر غير متحرك الكابريت يعتبر هو العنصر غير متحرك الوحيد اللي درسناه لحد دلوقتي في العنصر الكبرى طب ايه هي اعراض نقصه اعراض نقصه زي ما احنا شايفين اسفرار الالأوراق الحديثة وليست المسنة مش الاراق كبيرة اللي تحت لا الاوراق الحديثة اللي هي بتكون اعلى النبات زي ما احنا شايفين وتكون الاوراق والسوق رقيقة وضعيفة زي ما احنا شايفين نشوف الساق رقيقة جدا ضعيفة لا تتحمل حتى الرياح يعني ممكن تنقصف في الرياح نتيجة نقص الكابريت زي ما احنا شايفين ان برضو احد اعراض نقصه هو احمرار في الاوراق زي ما احنا ملاحظين في الصورة السفلية من الشريحة احمرار في الاوراق نتيجة نقص عنصر الكابريت العنصر اللي بعد كده هو عنصر الماغنيسيوم والماغنيسيوم بيدخل فيه تركيب جزيء الكلوروفيل ومدامه بيدخل في تركيب جزيء الكلوروفيل يبقى له تأثير على لون الاوراق وايضا بينشط الانزيمات المساعدة في تمثيل الاحماض النووية وايضا الكربوهايدرات يعني هدم الكربوهايدرات ويعتبر الماغنيسيوم عنصر متحرك طب ايه اعراض نقص الماغنيسيوم اكيد هيبقى اسفرار انصال الاوراق المسنة ليه المسنة قلنا قلنا لانه عنصر متحرك بيتحرك من اسفل النبات الى اعلى وينتشر الاسفرار لأعلى يعني مع نقص عنصر الماغنيسيوم وانتقاله الى الاطراف العليا او الخلايا المرسمية او الاوراق الحديثة اعلى النبات يبدأ كمان الاسفرار ينتقل الى اعلى معاه ويبدأ عند طرف الاوراق يعني بيبدأ باطراف النص اللي ازاي ما احنا شايفين ثم يمتد الى داخل الورقة كبقع صفراء شاحبة وده بيظهر على الصورة اللي قدامنا هنا وصورة الجرجير اللي قدامنا اسفرار وشحوب بين العروق ثم تظهر اعراض النقص في الاطوار الاخيرة للنبات على هذا الشكل وهو احمرار جزئي في طرف من اطراف النباتات احنا كده خدنا العناصر الكبرى وعرفنا ان هي عناصر هامة جدا في تكوين بعض المركبات داخل النبات وقدرنا ان احنا نعرف ان هذه العناصر بتدخل معظمها في تركيب الكلوروفيل وزي ما حنشوف ايضا ان العناصر الصغرى بتدخل ايضا في تكوين الكلوروفيل ومن هذه العناصر الكبرى زي ما خدنا الماغنسيوم الكابليد الكالسيوم النيتروجين وهي كلها عناصر هامة جدا معظمها متحرك مع عدى عنصر الكالسيوم غير المتحرك يبقى احنا كده خدنا العناصر الكبرى ومعظمها كانت عناصر متحركة وقلنا ان العنصر المتحرك هو اللي بينتقل داخل النبات حسب حاجة اجزاء نباتية بتحتاج اليه عن اخرى فمثلا الاوراق الحديثة او النموات الحديثة بتحتاج الي عنصر زي عنصر النيتروجين زي عنصر الماغنسيوم في الحالة دي بيضطر هذه العناصر ان هي تترك الاوراق القديمة الخضراء اللي كانت بتحتوى على نسبة كبيرة منه وتنتقل الى الاوراق الحديثة او النموات الحديثة اللي في النهاية بتمتص هذا العنصر فيبدأ الاسفرار يظهر على الاوراق المسنة القديمة وتظهر هذه الاعراض معظم اعراض العناصر الكبرى لانها ان هي عبارة عن اسفرار في انصال الاوراق وتبدأ من الطرف او من جوانب الاوراق ثم تدخل الى الورقة فيما بعد ووجدنا ايضا ان بعض هذه العناصر له فايدة كبيرة جدا في تركيب الكلوروفيل واحنا عارفين ان الكلوروفيل هو المادة الخضراء الموجودة في البلاستيدات الخضراء داخل النبات واللي من خلالها بيستطيع النبات القيام بعملية البناء الضوئي وبدون هذه المادة الخضراء لا يستطيع النبات القيام بدوره اذا هذه العناصر الدخلة في عملية البناء الضوئي والبلاستيدات الخضراء بتقل وبالتالي يقل معها عملية البناء الضوئي وتبدأ ان الاوراق الخضراء دي تصفر فما تقومش بدورها المثالي في المحاصيل بتاعتنا نبدأ نتكلم عن العناصر الصغراء ونشوف هل هي عناصر هامة برضو ولا عناصر غير هامة واحد يقول لي العناصر الصغراء بيحتاجها النبات بكميات ضئيلة او بكميات قليلة فتبقى مش هامة بالنسبة للنبات نقول له لا العناصر الصغراء هامة ايضا للنبات زي العناصر الكبرى وهمة جدا ولكن بيحتاجها النبات بنسب قليلة فقط يعني هو بيحتاجها لكن بنسبة قليلة حسب احتياجه طب دي منها عناصر مهمة طبعا منها عناصر مهمة جدا زي ما حنشوف واولها عنصر الحديد بس قبل ما نتكلم عن عنصر الحديد تعال ناخد فكرة عن العناصر الصغراء العناصر الصغراء او المغزيات الصغراء تتشابه مع المجموعة السابقة في وظفتين اساسيتين وعناصر مجموعة العناصر الصغراء لها وظفتين برضو اساسيتين منها العناصر الصغراء تنشط الانزيمات المسؤولة عن التحولات الغذائية يبقى العناصر الصغراء بتنشط الانزيمات المسؤولة عن التحولات الغذائية اللي هي الايد تساهم في تفاعلات الاكسادة والاختزال اللي بتحدث داخل الخلايا يبقى أهم وظائف هذه العناصر الصغرى هي تنشيط الإنزيمات المسؤولة عن التحاولات الغذائية والمساهمة في تفاعلات الأكسادة والاختزال اللي بتحصل فيه الخلايا من أهم هذه العناصر المجموعة الحديد المنجنيز الزنك النحاس البروم والملبنم والكلور تعالوا نشوف العناصر الصغرى وأولها عنصر الحديد الحديد هو عنصر أساسي لتكوين الكلوروفيل ويدخل في تكوين السايتوكرومات اللي خدناه في سنة أولى وعرفنا أنها بتدخل في تكوين الطاقة مركبات الطاقة داخل النبات يبقى هو مهم جدا في تكوين الكلوروفيل وهو عنصر غير متحرك لا يستطيع الانتقال داخل النباتات أعراض نقصه اسفرار عام بين العروق على الأوراق الحديثة ثم تظهر الأوراق بيضاء عاجية ثم تحترق وتموت زي ما احنا شايفين كده زي ما قلنا أنه هو بيخش في تركيب الكلوروفيل يبقى نقصه بيؤدي إلى نقص المادة الخضراء لذا نجد اسفرار عام في الوراق بس العروق بتاعة الورقة تتميز بأنها لسه خضراء زي ما احنا شايفين يبقى العروق الوسطية اللي موجودة في الورقة بتظل خضراء زي ما هي لكن الاسفرار بيضرب النص لكله زي ما احنا شايفينه وبيصبح الأوراق صفراء هل الأوراق المسنة فقط؟ لا دي الأوراق المسنة والأوراق الحديثة أيضا ليه يا ترى؟ لأنه عنصر غير متحرك ما بيتحركش من مكان إلى مكان العنصر اللي بعد كده هو عنصر البرون وهو هام في تنشيط بعض الانزيمات وبناء جدر الخلايا كما أنه هام لأيض الفينولات وأيض وانتقال الكربوهايدريت عراض نقصه تشوه وموت أوراق البرائم الطرفية وتحلل الأنسجة الداخلية للنبات اللي انت شايفه ده في الأسفل الليون البني ده ده تشوه وأيضا موت وتحلل الأنسجة الداخلية في النبات العنصر اللي بعد كده وهو المنجنيز وله دور هام في تنشيط الانزيمات زي انزيم اختزال النترات والتنفس وأيض النتروجين وعملية البناء الضوئي كما أنه منظم لكمية عنصر الحديد في النبات وهو عنصر متحرك أعراض نقصه هي اسفرار الأوراق الحديثة زي ما احنا شايفين زهور بقع بنية ميتة تنتشر على الورقة كمربعات الشطرانج زي ما احنا شايفين كده وسرعان ما تسود الأوراق الحديثة ثم تموت القمة النمية فيما بعد قدرنا ان احنا نتعرف النهاردة على أهم العناصر الغذائية اللي بيحتاجها النبات سواء كانت عناصر كبرى أو صغرى وبتنتهي هنا حلقتنا اليوم بنشكركم ونهتمامنا لكم التوفيق شكرا لكم وإلى اللقاء